يخلق من الشبه 40 مثل من الأمثال الشعبية التي يستعملها الناس في التعبير عن التعجب عند رؤيتهم لشخصين أو أكثر بينهما تشابه كبير والغريب في الأمر وجود هذا الشبه دون أن يكون بينهم أي صلة قرابة وسوف نستعرض معكم أبرز هؤلاء النجوم أول صورة معنا للفنانة يسرى وقد يوجد تشابه كبير بينها وبين هذه الفتاة وقد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الفتاة ظهرت بملابس عروس وأصارت هذه الفتاة جدلا واسعا بسبب التشابه الكبير بينها وبين الفنانة يسرى وقد أشار الكثير من النشطاء أن الشبه كبير بينهم ولا يمكن تجاهله وأن التشابه بين الفتاة والفنانة يسرى لافت للنظر كما رجح البعض أن العروس التي لم يتم الكشف عن اسمها ربما تكون على صلة قرابة بين الفنانة يسرى ولكن مصور الفيديو نفى هذا الكلام وأكد أنه لا يوجد أي صلة قرابة بين الفتاة والفنانة يسرى لاقت صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب الجماهير ظنن منهم أنها الفنانة ليلى علوي ولكن بعض الفحص والتأني تبين أن الصور ليست للفنانة ليلى علوي وإنما للفنانة الشبه مها صبري التي تشبهها إلى حد كبير وقد تحدثت الفنانة الشبه مها صبري وقالت أنها تعمل في الفن منذ سنوات وأنها لها أعمال خاصة وأضافت الفنانة مها صبري أنها سعيدة بهذا الشبه الكبير الذي يوجد بينها وبين الفنانة ليلى علوي وأنها تتمنى أن تكون مثلها في يوم من الأيام سهير رمزي وقد تتشبه في الشكل إلى حد كبير مع هذه الفتاة وهذا بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة عشرينية حيث كانت ترتدي هذه الفتاة ملابس الزفاف كما أنها ظهرت في الصورة كأنها الفنانة سهير رمزي لشدة الشبه بينهما كما أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تشبهها جدا وأنها نسخة طبق الأصل من الفنانة سهير رمزي وقد أعربت الفتاة على سعادتها الكبيرة بهذا الشبه الكبير بينها وبين الفنانة سهير رمزي الفنانة وردة الجزائرية والفنانة فاتن فريد فقد يتشابها في الشكل إلى حد كبير وقد تحدثت الفنانة فاتن فريد في أحد اللقاءات الصحفية عن الشبه بينها وبين الفنانة وردة وقالت أنها سعيدة بهذا الشبه ولكن هذا الشبه سبب لها الكثير من المشاكل كما أنها كانت تشبهها في أسوط إلى حد كبير وبالتالي أدى إلى تأخرها فنيا وعدم نجاحها بالشكل الذي كانت تتمنى كما قالت أن بعض الجمهور قد يعتقد للوهلة الأولى أنها الفنانة وردة نفسها الفنانة إسعاد يونس والفنانة الشبه مي كالساب فقد يتشابها في الشكل إلى حد كبير وقد لحظوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا التشابه الكبير بينهم وأكدوا أن الفنانة مي كالساب تشبه الفنانة إسعاد يونس إلى حد كبير وأن الفنانة مي كالساب تملك نفس الشكل ونفس الروح أيضا الفنان والممثل محمد سروت والمطرب عصام كاريكا فقد يتشابها في الشكل إلى حد كبير وهذا الشبه لحظه الجمهور وأيضا النقاد عندما ظهر الفنان والممثل محمد سروت وقد اعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه يوجد سلة قربة بينهم ولكن الفنان محمد سروت نفى هذا الأمر تماما وأكد أنه لا يوجد أي سلة قربة الفنانة هاني راشد والإعلامية لميس الحديدي فقد يتشبهان في الشكل إلى حد كبير وقد اعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنانة هاني راشد هي والدة الإعلامية لميس الحديدي ولكن الإعلامية لميس الحديدي نفت هذا الكلام تماما وأكدت أن والدتها لا تعمل في الوسط الفني وقد أشيع أيضا أن الإعلامية لميس الحديدي والدتها الفنانة نهيت شريف ونفت هذا الكلام أيضا شريف فاضل والفنانة رجاء حسين فقد يتشبهان في الشكل إلى حد كبير ولوجود هذا الشبه بينهم اعتقد الجمهور أن الفنانة شريف فاضل هي شقيقة الفنانة رجاء حسين ولكن الفنانة رجاء حسين نفت هذا الكلام تماما وأكدت أن شقيقتها التي كانت تعمل في الفن هي الفنانة نهيت حسين التي مثلت مصرحية عش المجنين مع الفنان محمد نجم والفنان حسن عبدين رانيا يوسف وصهر الصائغ فقد يتشبهان في الشكل إلى حد كبير وقد اعتقد البعض أنه يوجد صلة قرابة بين الفنانة صعر الصائغ والفنانة رانيا يوسف ولكن الفنانة صعر الصائغ نفت هذا الكلام تماما وأكدت أن الشبه بينهم غير ملحوظ وأنها لا تعتقد أنها تشبه الفنانة رانيا يوسف على الإطلاق ياسمين صبري والفنانة جهان خليل فقد يتشبهان في الشكل إلى حد كبير وقد أكدت الفنانة جهان خليل أنها سعيدة بهذا التشابه الموجود بينها وبين الفنانة ياسمين صبري وقد أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنانة جهان خليل تفوق الفنانة ياسمين صبري في الجمال كما أكد البعض الآخر أنها نسخة من الفنانة ياسمين صبري الفنانة داليا مصطفى والفنانة ليلى أحمد زاهر فقد يتشبهان في الشكل كما أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يوجد بينهما شبه ولكن هذا الشبه غير ملحوظ وأكدت الفنانة داليا مصطفى أنها تعتبر الفنانة ليلى زاهر أخت صغرى لها وقالت أيضا أن الفنان أحمد زاهر من أعز الأصدقاء إلى قلبها فوالدها من أكثر الفنانين المحبوبين في الوسط الفني فهو ممثل قدير وبيتمتع بأخلاق عالية الفنانة ملك أحمد زاهر وشام الزهبي فقد يتشبهان في الشكل وقد أكد رواد السوشيال ميديا أن الفنانة ملك أحمد زاهر بتتشبه في الشكل إلى حد كبير بشام الزهبي وأن شام بتشبه ملك أكثر من أختها ليلى وقد أعربت ملك عن سعادتها بهذا التشابه وأكدت أن شام صديقة مقربة لها ولأختها ليلى وأن شام الزهبي ابنة الفنانة أصالة من أعز الأشخاص إلى قلبها شارك الفنان عمر عبد العزيز صورة لشبيه الفنان طلعت زكريا وقد نشر صورة عبر حسابه بموقع فيسبوك وكتبه أنا تخضيت وتسبت شوية الراجل ده اسمه أبو حمد المدريدي لقيته من شوية على تيك توك فعلا أول مرة أصدق المثل اللي بيقول يخلق من الشبه أربعين الله يرحمك يا عم طلعت ويحسن إليك كما علقت إمي ابنة الفنان طلعت زكريا على المنشور قائلة بس دي فرصة حلوة علشان الناس تدعيله وتترحم عليه يا عمر وبالفعل الشبه كبير جدا بين الفنان طلعت زكريا وبين هذا الشخص وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشخص يشبه الفنان محمد هنيدي إلى حد كبير وهذا عندما شارك هذا الفنان الأمريكي بدور صغير في أحد الأفلام الأمريكية وهذا الفنان الأمريكي ليس مشهور شهرة كبيرة وإنما قدم دورا سانويا ولأن هنيدي له شعبية كبيرة ظن البعض أن الفنان محمد هنيدي هو من شارك في هذا العمل وبالفعل هذا الفنان بيشبه الفنان محمد هنيدي بشكل كبير جدا الفنان إيمان السيد وفاء صاحبة قناة يوميات حمد وفاء فقد يتشبهان في الشكل إلى حد كبير مع العلم أنهم ليسوا أقارب ولكن الملامح بهم متطبقة والفنان إيمان السيد من موليد 7 أبريل في عام 1980 وتبلغ من العمر 43 عاما وإيمان السيد قدمت العديد من الأعمال الفنية المتميزة ومن أبرزها مسلسل لحظات حرجة وحارة العوانس والجراج وشاركت أيضا في مسلسل بيت العيلة ومسلسل يوميات زوجة مفروساءوي مع خالص الأمنيات القلبية للجميع بمزيد من التألق والنجاح وشكرا جزيلا لحضرتكم لحسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر